مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حققت نجاحاً ملحوظاً في العديد من المبادرات المجتمعية والتنموية والبداية من إنجازات مبادرة إزرع خلال عام 2023 حيث دشن التحالف الوطني لجاناً لصغار المزارعين عملت على إعادة روابط الفلاحين مرة أخرى وأصبحت ساحات لحلقات نقاشية بين الفلاحين والخبراء في مجال الزراعة والمتخصصين وتم عقد أكثر من خمسة ألاف مدرسة حقلية للفلاحين لتوعيتهم بأساليب الزراعة الصديقة للبيئة والمواكبة للتغيرات المناخية لتفادي حدوث أي إصابات قاتلة أيضاً تم بناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دوري لصغار المزارعين المستفيدين من المبادرة وربطها بقاعدة بيانات التحالف والتي تشمل كافة أعضاء التحالف لتحديد الخدمات المقدمة بأشكالها المختلفة سواء خدمات مقدمة من مبادرة إزرع أو خدمات من مؤسسات أخرى مقدمة لنفس الأسر أما المبادرة الثانية فهي حملة إفطار صائم تحت مظلة كتف في كتف خلال شهر رمضان عام 2023 وتعد مبادرة كتف في كتف أكبر وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري وهي مبادرة استهدفت في بداية إطلاقها تعبئة وتوزيع أكثر من 6 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة أنحاء الجمهورية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً وفي إطار المبادرة تم توزيع 15 مليون وجبة إفطار وسحور وتنفيذ عدد كبير من مطابخ وموائد الرحمن بكافة المحافظات كما تم توزيع 550 ألف علبة كحك العيد لعدد 550 ألف أسرة بتكلفة إجمالية تقديرية 192 مليون وخمسمائة ألف جنيه بالإضافة إلى توزيع ما يقارب 85 ألف شنطة مواد غذائية من التبرعات العينية للمؤسسات كأحد الأشكال العينية لزكاة الفطر بتكلفة تصل إلى 29 مليون و750 ألف جنيه أيضاً نفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسساته عدداً من معارض الملابس في كافة محافظات الجمهورية لتوفير ملابس العيد للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تم تنظيم أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي بالمجان مع توزيع لحوم بإجمال 30 ألف رأس بتكلفة 1.26 مليار جنيه يمكن مفهوم جديد للمجتمع المدني والعمل الأهلي التنموي في مصر ظهر مع ظهور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي يمكن عمره لا يتخطى 16 شهر تحديداً منذ انطلاقه في مارس من العام الماضي تحديداً نتكلم على 16 شهر شفنا فيها العديد من المبادرات للتحالف في أخيرها زي ما تابعنا في هذا التقرير مبادرة إزرع لدعم صغار الفلاحين وأيضاً مبادرة كتف في كتف يمكن أكبر مبادرة كانت موجودة لتوزيع عدد كبير جداً من المبادرات أو المنح العينية اللي بتقدم للأسر الأكثر احتياجاً شفنا دور فاعل ومهم جداً لتحالف الوطني للعمل أهلي التنموي اللي قدم عدد كبير جداً من الإنجازات والمساهمات لخدمة المواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية في كل ربوع الجمهورية ده بعد تأسيس قاعدة كبيرة جداً من البيانات القاعدة دي موحدة لعدم ازدواجية المنح المقدمة بالتشارك مع الجهات الحكومية اللي بتحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من مواطنين أو من الأسر الأكثر استحقاقاً تحديداً منه أكيد التحالف الوطني قدم مبادرات كتير يعني ما تخفاش على حد والأغلب الأعام إن ما كانش تبحة في التليفزيونات المختلفة فأكيد إن شاء الله يكون عنده حد تطوع وقدر يشترك فيها زي ساتر وعافية وكتف في كتف اللي كانت بتعتبر من أضخم المبادرات الاجتماعية اللي حصلت في مصر قدم أكتر من 12 مليار جنيه خلال 10 شهور لمساعدة 30 مليون مواطن أو يمكن يزيد ده غير توفير فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة يعني عندنا حياة كتير جداً نتكلم عليها خلينا نتكلم بالتفاصيل مع ضفنا الأستاذ مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بنسعد بوجودك دايماً أستاذ مصطفى أهلاً وسهلاً وصباحاً خير أهلاً بيك يا أستاذ مصطفى أستاذ مصطفى نتكلم على 16 شهر من انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022 تحديداً عاوزين نعرف إزاي تم قياس الأثر لانطلاق هذا التحالف ودوره وتغيير الفكر اللي حصل للمجتمع المدني تحديداً في مصر منذ أن أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2022 هيكون عام المجتمع المدني خليني أبدأ من نهاية كلمة حضرتك في فكرة العام 2022 عام المجتمع المدني كنا بننتظر دايماً في كل المنتدات واللقاءات مع السيد الرئيس طيب السيد الرئيس بدأ المبادرة وقال إحنا عاوزين ندام المجتمع المدني في 2022 هنخرج بإيه كمجتمع مدني فكانت الفكرة وليدة اللقاء مع المنتدى الشباب العالم من إحنا كان فيه توجيه من السيد الرئيس لازم يكون فيه حوار ما بين منظمات المجتمع المدني نوصل لشكل أو كيان اعتباري بيضم كبريات الجامعات الأهلية ومن هنا انطلقت الفكرة لبلورتها بكيان اعتباري وهو التحالف الوطن للعمل للأهل التنموه اللي وصل الحمد لله دلوقتي لمكتسب مهم جداً وهو قانون خاص بتنظيم عمل التحالف الوطن للعمل للأهل التنموه ده القانون اللي تم تمريره فيه البرلمان موافقة البرلمان عليه للأسبوع الماضي أو الأسبوع قبل الماضي لكن خلينا نوصل هو التحالف بيعمل إيه وليه التحالف يعني دي أسئلة دايما بتتقال كتير على السوشيال ميديا وبعض الكتاب تكلموا عليها التحالف الوطني بينظم العمل زرحك قلت بينشئ قواعد بيانات موحدة لعدم الازدوجية والتكرار والعدالة في التوزيع أيضاً هناك أماكن كثيرة في المناطق الحدودية أو النائية بتحرم من بعض الخدمات ممكن كلنا نكون بنشتغل 30 أو 34 عضو داخل التحالف وطبعاً فيه جمعيات وفيه جهات اعتبارية أخرى لا ينظم قانون الجامعات الأهلية زي جامعة القاهرة زي بيت الزكاة والصداقات الأسقفية الخاصة بالكنيسة كثير من الجهات انضمت للتحالف عشان كده كنا لازم يكون فيه كيان اعتبار الناس طب ما فيه قانون الجامعات الأهلية وكان لازم يفيه قانون عشان ننظم عمل الجامعات الأهلية وده مش تنظيم لعمل الجامعات الأهلية وليس له سلطات خارقة مثلاً والقانون ده في حد ذاته شاهد طفرة بتعديله مرتين طفرة كبيرة جداً وخلالنا اعترف ان القانون 149 الخاص بالجامعات الأهلية قانون جيد جداً كان فيه طبعاً بعض الحاجات احنا كنا بنأمل فيها في الحوار الوطني تم الحمد لله اكتسابها من خلال قانون التحالف في الوطن العمل الأهل لكن هرجع تاني طب ليه يا جماعة من تكون تشغالين يعني الجامعات الأهلية شغالة ولها قانونها الخاص بيها والوزارة تضمنوا الاجتماع بتشرف على وما زال بتشرف على كل الجامعات الأهلية لكن احنا النهاردة عاوزين نضم كينات أخرى بتقدم خدمات بالملايين لكثير من الأسر والمناطق منها المستشفات الجامعية منها أماكن دينية أنشئ فيها يعني هنقول زي الأسقفية القصة بالكنيسة زي البيت الزكاو في مشيخة الأزهر دي كلها بقوانين خاصة وليست قوانين تغضع على قانون الجامعات الأهلية لما ده بينضم معانا وبيشتغل معانا جامعات رجال أعمال وبيشتغل معانا كثير من القطاع الخاص المسؤولية المجتمعية القطاع الخاص دي كلها بقت في بوطاقة واحدة ديرنا النهاردة نخرج بقواعد بينات تصل ل37 مليون مستفيد نقينا هذه المعلومات كنا فيه تشابك ما بيننا وبين بعض في ال34 كيان دول تقريبا 40% من البينات متقررة صحيح فممكن يكون فيه حالة واحدة بتاخد إعانات مالية شهرية بتاخد من خمس أو ست جهات وده الحقيقة اكتشفناه مش كلام احنا بنبالغ فيه ويحرم مقابل ده عدد أخر من الحالات عدد ما بيستفيدش خالص يعني ممكن تكون حالة واحدة بتاخد مرتب من خمس جهات أو دعم نأدي وفي حالات أخرى ما فيش أي دخل خالص فبدأنا نكرر ده على قواعد البينات الخاصة بالمواد الغذائي قواعد البينات الخاصة بالخدمات الطبية المجتمع المدني أو أعضاء التحالف في ال34 كيان داخل التحالف الوطن بيقدم ويقدم 30% ده لا يتعارض ببعضه ده لا يتعارض يعني ممكن أسرة بتستفيد بدعم طبي وتستفيد في نفس الوقت بنعم مادية وبتستفيد في الاستثمار في ولادها في أنهم بياخدوا كورسي وبيتعلموا ده لا يتعارض أمنا ده كان بالنسبة لنا شيء مهم جدا أنه ممكن أنا متميز في القطاع الطبي بنك الطعام متميز في قطاع الأمن الغذائي الهيئة قبطية الإنجلية شغالين في مبادرة زي دعم صغارة للفلاحين مبادرة إزرع مصر الخير شغالة في قطاع الغارمين بتميز أكتر فكل ده بيتجمع النهاردة لو نزلنا أسرة عندها غرم أو عندها دين معين فمصر الخير بتدخل بتدخل سداد الديون صناع الخير بيدخلوا بإجراء العامات الجراحية اللازمة بنك الطعام بيدخل بإمداد شهري لأكتر من 5 مليون تكامل عمل تكامل بالضبط فتوحيد الجهود دايما بيعطي قيمة مضافة هرجع لكلام حضرك في نقطة مهمة جدا إزاي قياس الأسر إيه مؤشرات القياس هنا صحيح لما النهاردة نشتغل على 16 شهر 12 مليار جنيه في خدمات تقدم من 37 مليون مواطن هما الأشد احتياج عشان نكون برضو كلام واضح وفي نفس الوقت ما يستفدوش من الدولة كافة الخدمات بتقدمها الدولة مش طار تغطي هذا العادة احنا بنكمل دور الدولة وليس موازل دور الدولة احنا مكملين لأن النهاردة لو ما تشوف قرار المبادرة الرئاسية حياة كريمة المستهدفة في 4500 قرية أو 30 ألف عزبة ونجعه تابع مخصص لهم من الموازنة العامة للدولة ما يقوم من 800 مليار قد تصل إلى تريليون لكن النهاردة هل هي البنية الأساسية والتحتية وإنشاء المجمعات تكنولوجية والمدارس وملك الشباب هذا يكفي هذا يكفي لدعم المواطن هو أساسي ولا يوجد حياة في أي قرية بدون هذه الخدمات وبدون هذه المشروعات اللي لا نستطيع مجتمع مدني إنشاء لنكون صادقين ما نقدرش نخصص ميزانية زي دي نحن النهاردة نتكلم من 12 إلى 20 مليار في السنة بيعمل عليها المجتمع المدني بتمويل أهل الخير بتبرعات من القطاع الخاص بدعم من رجال الأعمال فالنهاردة بنوظف وبنستثمر هذه القيمة المضافة كلنا مع بعض على تربيزة واحدة كنا أول مرة يمكن نلتقي بأفكارنا بخبراتنا المتنوعة فبنستفيد من خبرات البعض بدأنا كمان يكون لنا لقاءات على المستوى الشخصي عندنا استراتيجية واضحة لمدة 5 سنين عندنا مؤشرات قيازة وحاجة بتقول بقت منضبطة من الأمانة الفنية للتحالف الوطني في المتابعة عناية ورعاية رئيس الجمهورية من خلال القانون للتحالف الوطني ده بيعطي قيمة عظيمة جدا لدور الجامعات الأهلية في مصر الـ 34 كيان بيضموا تحتهم أكثر من 30 ألف جامعات قاعدية هل إحنا النهاردة لوحدنا شغالين بدرعنا وبطولنا داخل القرى أو الريف المصري لا طبعا إحنا بنستثمر وجود الجامعيات اللي موجودة على الأرض في جميع عن حق الجمهور 27 محافظة بنضربهم بنرفع من قدراتهم بنشتغل على فكرة كمان حجد الجهود نهاردة قوة في السياة الريف المحافظة بيحصل في مصر فيها تنوى خدمات طبية خدمات غزائية فيها طرق أبواب فيها مشروعات صغيرة متناعة صغر إحنا دلوقتي يمكن كمان بدأنا نركز على مشروعات الإنتاجية كسيفة العمالة مراكز استدامة الحمد لله بدأت تنتشر في كل المحافظات دلوقتي بنستهدف إن شاء الله بنهاية الخامس سنوات القادمة يكون عندنا 30 مركز هيكون منتشر منهم 27 في المحافظات و3 مركز في القاهرة الكبرى عشان يكونوا عرض المنتجات الحرفية والتراصية والإبداعية الحرف دي كانت بدأت تندسر فبدأنا نفكر هل القرى محتاجة مشروعات فردية فقط ومحتاجة مشروعات جمعية لما ننزل النهاردة نقول قرية ذات منتج واحد قرية كلها تشتغل وده الحقيقة بدأنا نشوف نشوفه في الفيوم ونشوفه في البدرشين في الجيزة ونشوفه في مركز الزفتة في الغربية ونشوفه في أسوان كان عندنا زمين أماكن نبتدت تندسر يعني كان عندنا قرى محددة بيتجاب منها السجاد اليدوي قرى محددة بيتجاب منها الجلاليب المصنوعة يدويا يعني كان فيه أماكن محددة حصل تراجع كبير من 2011 صحيح كان عندنا أزمة كبيرة جدا بعد 25 يناير 2011 الموارد قلت مفيش متابعة مفيش تسويق جيد وزارة التضامن عملت مجهود كبير جدا من معارض ديارنا جهاز المشاوط بيشتغل معارض طراصنا فبدأ دعم كبير جدا من أجهزة الدولة مع المجتمع المدني عظم هذا الدعم وهذه الاستفادة العظمى من قدراتنا جميعا هو فكرة التحالف الوطن العمل للأهل التنماء توفر أكتر من 49 ألف فرصة عمل تكلم على ألافات شغالين بشكل مستدام تكلم على 250 ألف متطوع بشكل موسمي أو شكل دائم كل دي قدرات الشباب كانت مهدرة هل نتحد هل نتكلم على فكرة قدرات الشباب دي تحديدا يا سيد مصطفى لأن في الحقيقة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجوده أحيى فكرة العمل التطوعي ده صحيح أعاد من مرة أو أعاد زياغة مفهوم العمل التطوعي لدى الشباب تحديدا بعد غياب استمر وتراجع لأكثر من نكلم في عشرات السنوات ده صحيح ولكن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان بمثابة قبلة حياة أيضا لدور المجتمع المدني كشريك أساسي وفاعل مع الدولة للنهوض بيعني الأثر الأكثر احتياجا تحديدا لأننا بنتكلم على 34 جمعية تنموية وكينات تنموية وخيرية بتعمل في أكثر من 27 محافظة عشان كده عاوز أخذ حضرتك لهذا التقرير ونشوف الدور العمل والتحالف الوطني العمل الأهلي التنموي في إحياء ثقافة العمل التطوعي تحديدا ونرجع ونكمل شمالا أو جنوبا وفي كافة ربوع مصر يترك التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي بصمته في خدمة الفئة الأولى بالرعاية فهنا في جنوب مصر داخل محافظة أسوان يفتتح التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدى كياناته عددا من المشروعات التنموية التي نفذت المؤسسة بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي في محافظة أسوان نحن عادي أحضر أننا عملينا مشعوب بحوية 30 مليون جنيه المواطنين هنا بذات الأقصر احتياجا يجب يعيشوا حياة دمية وحياة كريمة فعلا زي ما ستت رئيس على التحسيز دائما بيقول لنا طبعا نحن ننظر للحاجة وين الناس وشنو حاجتهم تكون عندنا دراسة ميدانية بالبداية بالتعاون مع الجمعيات المتواجدة مثل صناع الخير فهم يسون للدراسات ونحنين نشرف عليها ونطالع ونتأكد من فعلا أن الحالات هذه محتاجة ومنها هنا نسوق حق المشاريع الخيرية ونكفلهم إن شاء الله في هذه مسجدان تم افتتاحهما بقرية بلانا مركز نصر النوبة أحدهما أنشئ على مساحة 140 مترا ويسع لـ 400 مصندي والآخر تم رفع كفاءته بالإضافة إلى دار حظ للكرآن الكريم جامعة كان تطوير يعني من زي الأول دلوقت اللهم صلى عليه ما شاء الله ربنا يصلح أنه حالهم يعني وضبوا الجامعة تاني وعملوا ترميمات تاني وعملوا ركبوا المكيفات تاني أقرب كل ما أنا أقولها أنه العمل في سخاء من العمل حبي يعمل حاجة لأهل المنطقة قرب الجامعة للبيوت حاجة تانية يعني فطبعا الواحد بدلا ما يروح يصلي بعيد يصلي في المكان القريب عليه وفي إطار مساهمة التحالف في رفع كفاءة البنية التحتية وحل مشكلات عان منها المواطنون هنا بقرية بلانة تم إنشاء محطة طنقية مياه للشرب يتم دخوها للأهل تبقى للمواصفات القياسية نشكر كل المسؤولين على المحطة لكي فيه ناس كثيرة كانت بتتدرم المياه فهذا الوقت هديش رب مياه نظيفة وانت مطم مياه نظيفة ومياه جريبة هنا وفي ظل جهود التحالف بقطاع التمكين الاقتصادي الذي يعد أهم المحاور في مساعدة المواطنين تم تسليم مراكب صيد حديثة لأربعين وعشرين من صغار الصيادين من أهالي مركز كومومبو بالإضافة لأجهزة صيد وذلك بتكلفة إجمالية تقارب المليون ونصف المليون جنيه بارك الله في مساعدنا بما يرد الله نحن كنا برضو متلتتين شوية يعني في المعيشة دي فهم سهلوا علينا حاجات كتير استلمت مركب حضرتك تمام ونشكر جميع الصناع الخير والمتحالف الوطني إنهم ساعدون وده مصدر رزق طبعا للأحالي المركب دي هي يعني روحي ودراعي وكل عيش يعني في صراحة حاجة حلوة ويمعيد مشروعات تحكس كما المجهودات المبزولة من قبل التحالف الوطني من أجل الفات الأكثر احتياجاً والتي يجني ثمارها المواطنون في كل أنحاء مصر واحد من الحاجات اللي دايما أستاذ نصطفى بنتكلم فيها إن ساعات ما بيبقاش عندنا طرق نقيس بيها ردود الأفعال أو يبقى عندنا قياسات حقيقية بالأرقام لما بنبقى عاملين حاجة ومش عارفين نشوف المردود بتاعها لكن أعتقد من أكتر الحاجات اللي بيبقاش عندنا طرق إحنا شايفين في التقرير الناس إزاي مستقبلة الناس بتوعى التحالف والناس بتتعامل إزاي اللي بتسام أهلين طيبين وهم وقفين بيستلموا المراكب الشكل مختلف الفرحة والإحساس بأنهم عندهم القدرة الإنتاجية وأنهم من فئات عمرية مختلفة وقدرين يقدموا لسه وعايزين يشتغلوا والتحالف دعموا ده كلام مظبوط فعلا إحنا بدأنا المبادرة الأخيرة اللي حاجة شفتوها في أسوان مبادرة مراكب الرز بالنصق معينة سرعة السماكية مع وزارة التضامن مع كمان باقي شركاءنا داخل كل محافظة صحيح هناك بيبقى يعني زي شيخ للصيدين في كل مكان بيبقى عنده القدرة والمعلومات الكافية مين يمتلك مركب مين مركبه تهالك مين بيشتغل عند الآخر وبالتالي بيكون داخله بسيط جدا وهي دي مهنته قبن عن جد فبدأنا ندرس على مستوى الجمهورية إيه لأماكن المستهدفة فبدأنا نستهدف أسوان لقصر إنا ده أهلية الغربية كل أماكن تشتغل على البحيرات أو على البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو النيل ونبدأ نعمل توعية كبيرة جدا ليهم إمتى يوقفوا الصيد عشان ده كمان بيغزي الزرق السمك وبنبدأ كمان نديلهم بدل في فترة الوقف وزارة تضامن بتبدأ تخصص لهم أنا فكرة التعويض أنا مش بس وقفتك لأ أنا عوضتك هو ممكن يقف عن الصيد في المنطقة ده عشان إحنا فيه زرعة سمك في المنطقة بنبدأ نغزيها من خلال هيئة صورة سمكية ففيه تناصب جهود ده لسه احنا بنعمله كمان إن شاء الله في لقصر الفترة اللي جاية مع وزارة التضامن هنشتغل على 400 مركب بخسلمنا حتى الآن حوالي 500 مركب آخرين الوزارة كمان شغالة مع صندوق تحي مصرف أكتر من نشاط في هذا المبادرة أو مبادرة أخرى اسمها بره أمان عشان خاطر يكون دعم لبعض الصغار الصيدين بأدوات الصيد طورنا الفكرة شوي مصطفى أنا عاوز بس علشان المشاهد اللي بيتابعنا دلوقتي قد ينظر إلى الأمر إن هي مجرد مركب بيا خدرة لكن حسب معلوماتي وحسب ما رأيت رؤى العين بتوجهات الصيد الرئيس عبد الفتاح السيزي بأنها ما تبقاش مركب بس ده تبقى مركب مجهزة ده كلام مجهزة صناعة المركب من ورش في قلب المحافظات وده كمان دورة اقتصادية أنا حاجة بتكلم من نهار ده ده عاملة بتشتغل بالضبط وكل مجموعة من المركب دي حاجة بتكلمي في 4-5 مليون في مجموعة في 50-60 مركب بيتم التصنيع وتوفير المواتير وأدوات الصيد والآيس بوكس أو تلاجة الحفظ الصغيرة بالإضافة أن حاجة بتاخد المنتج بتاعهم ده لو هو النهار ده الأماكن دي أو الكرة مجمعة عاوزين تلاجة حفظ الأسماك بننشئ تلاجة حفظ الأسماك طيب هل إحنا بعد الحفظ الأسماك بنساعده بقى بفكرة أنه يبيع المنتج بتاعه أو يسوقه بنبدأ نخاطب بعض المطاعم أو بعض الفنادق اللي مجاورة ليه مقربة منه أن هنا فيه انتاج كافي وجودته عالية فهو كمان الصيد بيحس بأمان في المشروع بتاعه وبيبدأ يفكر طيب فيه تأمين عاوزي تعمل لقدر حصل أي إصابة حصل أي حادث لازم يبحاسس دايما أن فيه حد واقف في ظهره وحد بيعلمه وفكرة التسويدي حاجة مهمة لأنه مش فكرة اللي أنا بسطاد وبطلع يعني قد ينظر التاجر طبعا وإحنا منتكلم هنا على فهية قليلة جدا ده صحيح بجشع واستغلال ظروف الشخص اللي مجود لأ أنا ببيع له بسعر كويس أنا حاجة بتقول بفندق أو مطعم طبعا ده بدأنا سعر عادل للطرفين للمشتري وللبيع ده صحيح وهم كمان بدأوا يكونوا مطمئنين أنهم بيمتلكوا المركب هو النهاردة مركب قد تصل لـ 40 ألف بأدواتها بالمطور بتاعها بيعمل في أماكن مختلفة كان بنسأل أحد الصيادين وحنا في زيارة أسوان الأسبوع أو الأسبوع ده نحن كن يوم السبت الماضي فبنقول له يعني إيه الفايدة الكبيرة ما تكون تشغال قبل كده على المركب ما حد تاني قال ملكيتي للمركب ده حتى بين عيلتي وبين أولادي هم حسوا بأمان حسوا بطمأنين أن المصدر رزقهم موجود ابني بخليه تعلم دلوقتي لكن هو حابب من الصيد ممكن ننزل بحيرة ناصر ممكن ننزل أماكن مجورة لنا مش بس نصطط في نفس المكان يعني نقعد نشرح ليهم ونعمل لهم الحاملات التوعية أو المبادرة الخاصة بالتوعية دي أنه ما تشتغلش على مكان واحد ونوع مصادر الرزق بتاعتك وغير وحافظ على فكرة زرعة السمك والثقافة دي كمان بدأت كمان عند الصيدين تتطور بشكل كبير هو بقى عارف أن ده مصدر رزق وعارف أن ده مهنة ورسة قبل عن جده وعنده الرخصة بتاعته وهذه الصلاة السمكية بتبدأ تشتغل على رفع الوعي عندهم كمان وده شيء الحقيقة محمود جدا من كافة أجهزة الدولة أنه بتساعدهم وتأمنهم في نفس الوقت ونفكر في تأمين على حياتهم أو تأمين ضد الحوادث عشان خطر نبقى عندنا قدرة في استمارية وفي كمان أهل وأخواته بيساعدوه في هذا الرزق طيب يعني بالتأكيد مجهود كبير وقصة نجاح كبيرة قدرتوا أنتوا تكتبوها خلال 16 شهر استفاد منها أكتر من 37 مليون مواطن مصري تفاصيل أكتر عن قصة هذه يعني أو قصة النجاح دي تحديدا نسمعها من حضرتك باستفادة أكتر لكن نطلع دلوقتي فاصل سريع ونرجع ونكمل مع حضركك بقية حوارنا أسود مصطفى زمزم دلوقتي مشاهدين نطلع فاصل سريع لكن فقرتنا لسه متواصلة مع حضراتكم ومع الأستاذ مصطفى زمزم عضو مجلس أماني التحالف الوطني العمل للأهلي التنموي المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة مع ضفنا الأستاذ مصطفى زمزم عضو مجلس أماني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منتكلم عن مبادرات التحالف ويمكن واحدة من المبادرات اللي حقيقي فارقة جدا في الفترة الأخيرة مبادرة إزرع كان عندنا أرض كتير قوي لصغار المزارعين متباطرة والناس مش عارفة تاخد الدعم بتاعها والأسمدة والتحالف عمل مبادرة مختلفة التحالف الحقيقة أطلق مبادرة وكان تم أرضها في مؤتمر التحالف وطن العمل الأهلي الأول أمام السيد الرئيس من الهيئة القبطية الإنجليا والحقيقة أنا أقدم لهم كل الشكر لأنه أمين بمجهود جبار في كافة المحافظات بدأوا في محافظة المينيا والدهلية وبنسويف وكثير من المحافظات بدأوا ينتشر فيها الآن كان الهدف مئة ألف مزارع من صغار المزارعين دعم لسلع الاستراتيجية وده مسألة أمن قوم الحقيقة نتكلم عن الأمح عن الفلسوية نتكلم عن منتجات بتكلف الدولة فطورة استراتيجية صعبة جدا فالنهار ده أنا موفر في ظل أزمة كمان ده صحيح أزمة الأوكرانية الروسية فإحنا نرى موفر الدولار بنعتمد على صغار الفلاحين وصغار المزارعين وهنا الحقيقة كان يمكن الموضوع محتاج مساندة مع وزارة الزراعة مش فقط الجهاز التهدفنا أردد مئة ألف من صغار المزارعين إن شاء الله المبادرة إذا تستهدف في المرحلة القادمة مليون من صغار المزارعين وده رقم كبير جدا فيه سواء دعم نأدي إرشادي تطوير قدراتهم في البنية الزراعية استخدام أدوات حديثة استخدام سماد عضوي كثير من ملفات مصطفى ثروة زراعية بتضاف بجوار المليون ونصف فدان وأراضي توشكا ومستقبل مصر فأنت تقدر تحقق اكتفاء ذاتي من سلع استراتيجية ده صحيح نحن النهاردة بنتكلم في ملايين الأطنان بتنتج من المشاريع الجديدة اللي بيقوم بها عليها القوات مسلحة وبيقوم عليها وزارة الزراعة وكثير من الجهات أو القطاع الخاص اللي بدأ يشتغل ويشارك الدولة بعد توجيه السيد الرئيس احنا استصلحنا الأراضي الجديدة واشتغلنا في الدلتة الجديدة وفي المستقبل وفي توشكا وشارك الأعينات كل هذه الأراضي بدأت توفر مغزون استراتيجي وسلع استراتيجية مع مجارة التموين النهاردة دور المجتمع المدني دور أصيل في هذه الجزئية سواء من خلالها قرطة الإنجلية أو بنك الطعام أو كثير من المؤسسات عضاء التحالف الوطن عامل الأهل وده ملف مش هين الحقيقة ومس صغير صحيح ومحتاج مجهودات وتمويل ضخم جدا في الفترة القادمة إن شاء الله فكير يعني المشاركة بتاعت الشركاء زي ما حرك كنت بتقول ودخول للقطاع الخاص وبقوة على مئدة واحدة صحيح بحيث أنه يبقى جزء من كل مظلوط الأمور مش قائمة على شخص أو على مجموعة أشخاص بتتسعى للتواجهة فقط لغير لا الموضوع تنسيقي بحت ده بينعكس سريعا على شكل التطوع أصلا بصفة عامل ده كلام مهم جدا لأن إحنا كنا بدئين في اتحالف من 16 شهر بنتكلم في 50 ألف متطوع أو يزيد بقليل النهاردة بنتكلم بعد 16 شهر 251 ألف متطوع بشكل محدد وده قواعد موثقة داخل كينات التحالف ما بين دائم ومسن آه بالضبط فيه مستمر وفيه بيبقى في المواسم أهم الكينات اللي يمكن بتعتمد كمان بشكل كبير على العمر الطوعي جامعية رسالة صناعة الحياة بنك الطعام مصر الخير صناعة الخير جامعية الأرمان كل هذه الكينات العضو رئيسي وفعال هو المتطوع المتطوع ده من خلال كيناتنا وجامعياتنا القاعدية لأنه دول بنعتبرهم بالنسبة لنا هم عنصر فعال ورئيسي أكثر من 30 ألف جامعية قاعدية بنتكلم على شباب حضركم شفتوهم في أستاذة قاهرة في مبادرة كتف في كتف اللي هم قاموا بتعباءة 6 مليون كرتونة مواد غزائية بيقوموا بتوزيع كل الأضوحي نعم فاندي وصلنا لكم متطوع وصلنا لـ 251 ألف متطوع سواء مستمر أو موسمي بنتكلم على دورات تدريبية للمتطوعين بشكل مستمر بنتكلم على شرقاتهم في كافة أنشطة التحالف ده عام الجذب وغير شكل التطوع يعني الموضوع ما كانش ما بقاش أنا فاضي ساعتين فأنا حنزل وخلاص لا بقى فيه التزام من قبل المتطوع لأنه بيتلقى تدريب بقى فاهم أهمية اللي هو بيعمله وبقى ملتزم أنا أقول لحضرتك دي نقطة مهمة اللي غير كمان الثقافة عشان نكون منصفين مبادرة حياة كريمة المبادرة في انتشارها في الـ 1500 قرية خلت أبنائنا وأهلينا في القرى عندهم شغف وحب للمساعدة والدعم لما يلاقي في بلده مشاريع بالملايين في إنشاء صرف الصحي ومدارس وملك الشباب فهو بقى عاوز يحافظ على زي المشاريع وفي نفس الوقت بقى بيربط ده بمؤسسة حياة كريمة وانتشارها على الأرض مؤسسة حياة كريمة العضو الفاعل فيها ومشاريع المتطوعين على مستوى الجمهورية لما حقق الفكرة أصلا خرجت من الشباب ده صحيح من برنامج البيئة وانتقد صحيح البرنامج الرئاسي لما حقق شوك ده النهاردة خرجين البرنامج الرئاسي أو خرجين الأكاديمي الوطنية للتدريب واندماجهم مع المتطوعين على الأرض بدأ كمان يكون فيه كيان كبير بيعتمد على المتطوعين فيه المحافظات لدعم هذه المشروعات اللي بمليارات الجنيهات صحيح بينزل باقي مؤسسة أعضاء التحالف وهنا كمان بنوجه الشكر لجميع الأعضاء مش بتكلم على مؤسسة أو كيان واحد داخل التحالف كلنا بإينا بنحس ما بنطلع حتى بنكلم بإسم جميع الأعضاء وده شيء الحمد لله يعني أذاب كثير من الجليد اللي كان ما بين الناس وبعضي فكرة تجرد الذات ده صحيح يعني أنا كل واحد متمائل له ميزة نسبية وميزة تنفسية عن الآخر صحيح وبيكمل جود التان أنا النهاردة قادر أقلل من المصرفات لما اعتمد على المتطوعين من مؤسسة حيات كريمة من صناعة الحياة من رسالة من جامعات أخرى عندي الجزء الخاص بالقافلة الطبية أو مشروعات الانتاجية الحرفية والتراثية صناعة خير متميزين فبتلاقي بقى الجامعات جايين يستعينوا خبرتك وبقدراتك للتسويق والمنصص الالكترونية بتاعتك ويمكن يا سون مصطفى أحيانا العمل على الأرض هو اللي بيولد أفكار جديدة ده صحيح واعتقد من هنا جاي قوة التحالف مزبوط يعني التحالف بالمتطوعين اللي موجودين اللي بدايتهم كانت زي ما حضرتك أشارت في حياة كريمة المتطوعين المتطوعين وفرق البحث الميداني اللي قدرت بعد استمرارية شوية في تنفيذ المشروعات يطلعوننا مشروع كبير زي إبدأ لتوطين الصناعة فهنا يهمني برضو أعرف دور التحالف في ملفين تحديدا أول حاجة ملف الصناعة وإزاي اشتغلته عليه وتاني حاجة ملف القطاع الطبي خلينا أبدأ الأول تحديدا قوائم الانتظار ده كلام مزبوط ده سؤال مهم جدا خلينا أقول لحاجة خمسة مليون مستفيد على مدارة 16 شهر خمسة مليون مستفيد وهم كانوا موضوعين على قوائم الانتظار وبالتالي أنا بقلل التكلفة على الدولة وبقلل هذا وكاهل التكاليف المليارية اللي يوم بتنفقها وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالم من خلال المستشفات الجامعية طيب هل إحنا بنعتمد هنا على مستشفات حكومية أو جامعية لا إحنا بنعتمد على مستشفات القطاع الخاص أو مستشفات الجامعات الخيرية يعني نريد أن نمتلك مستشفات كبيرة جدا وفيها بحث علمي حقيقي وفيها تدريب حقيقي تتكلم على مستشفى الدكتور مجد يعقوب بتتكلم على مستشفى بهية ودورها العظيم هم أعضاء موجودين معانا في الكيان طبعا مستشفى بهية عضو رئيسي ومؤسس في التحالف الوطني دكتور مجد يعقوب عضو مؤسس في التحالف الوطني مستشفى الشفاء الأرمان في شركاتهم مؤسسة جمال الجرحي مؤسسة تابواشيمة مؤسسة تابو العينين والحقيقة دول لا يقلوا أهمية عن باقي عضاء التحالف وساعات احنا يمكن بيقع مننا ذكر لأن طبعا الجامعات القائمة على التبرعات غير الجامعات القائمة على دعم رجال الأعمال نمتكلم على ثلاثة أو أربعة من رجال الأعمال اللي أسسوا مؤسساتهم لخدمة أبناء محافظاتهم وده شيء الحقيقة بنوسنا عليه جدا لأن احنا صلناها خير أقامنا أو عملنا بروتوكول مع مؤسسة جمال الجرحي في الفيوم فبدأنا أن نعمل على ثلاثين قافلة في خلال الشهور القادمة إن شاء الله لكل قرة مثلا مركز والصديق في الفيوم مؤسسة حياة كريمة عمل بروتوكول مع مؤسسة أبواشيمة والأرمان عشان يخدموا بني سويف في مشروعات اللي حالك كلمتا عليه بقى التمكين الاقتصادي أو مجلة الصناع مشروعات صغيرة ومتنينة صغر احنا نشتغل على مراكز استدامة للحرف الدولة التراثية في أكتر من عشر محافظات دلوقتي منتكلم على بروتوكولات تعاون أخرى ما بين مصر الخير وما بين جامعات شريكة داخل التحالف عشان خاطر مشروعات تنموية وتوزيع رؤوس ما شيء وهنا خليني برضه أضيف لحركة كمان موضوع الصروة الحيوانية احنا لما جينا نشتغل على تلاتين ألف راس مثلا في سكوك الأضاحي عشان نحافظ كمان على الصروة الحيوانية بتاعتنا ما عملناش زبح الأطحية كلها من مصر هنتكلم على استراض من الدول الأوروبية أو الدول الأفريقية عشان ما يهدرش كل الصروة الحيوانية في مصر الأمر الثاني نحن نشتغل على سكوك الأطحية في تخزين هذه اللحوم بنباح في قام التشريك زي السنة بنشتغل على حفظ هذه اللحوم توزع على مدار الآية وهنا بنتكلم على العمل المؤسسي التنظيم طبعا في شكل علمي وفي تنظيم وأسر يعني أطر عفوا بتحكم التحالف تحديدا مش فكرة عمل عشوائي لا عمل ممنهج عمل علمي عارفين بنخطط إزاي للمستقبل في الحقيقة قصة نجاح جديدة بتكتبها مصر الجمهورية الجديدة النهاردة عنوانها والبطل الرئيسي الفاعل فيها هو التحالف الوطني العمل الأهل التنموي بنشكر حضرتك الأستاذ مصطفى زمزم عضو مجلس ومناء التحالف الوطني العمل الأهل التنموي أعتقد الكلام محتاج حاليات وحالات ولسه لينا كلام مع حضرتك أشكرك شكرا جزيلا لحضرتك شكرا الله يكن ترجمة نانسي قنقر